شاركت نائبة وزير السياحة والأسار يمنى البحار نيابة عن وزير السياحة والأسار في احتفالية الترويج الثقافي والسياحي التي تم تنظيمها بمناسبة الاحتفال بعيد منتصف الخريف الصيني التقليدي وشارك في الحضور الوزير المفوض بسفارة الصين لدى مصر تشانغ تاو وعدد من المسؤولين وأوضحت نائبة وزير السياحة أن حركة السياحة الوافدة من السوق الصينية قد حققت منذ بداية العام الجاري حتى الآن نموا بنسبة 74% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي معاربة عن تطلع الوزارة إلى استقبال مزيد من السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة